حيث يتلوه كمان اشتراك حتى القوات المسلحة في مسألة اعادة الاعمار مكفحة الارهاب والتطرف الامن في داخل البلاد مهام عديدة تولتها القوات المسلحة في انا واحد حضرتك شايف ده كله ازاي والله يا أستاذ هادير فعلا سؤال جميل جدا ليه؟ لان القوات المسلحة لها شعار يد تبني ويد تحمل السلاح تحمل السلاح في مجابهة الارهاب وفي القضاء على كتلته الاساسية الممثلة في بنياته بنياته يعني ايه الاساسية؟ سلاح تمتلكه دول دليل ان هناك دول وراء تلك الجماعات الارهابية اللي استطاعت مصر ان تقضي عليها واجهزة استخبارات اجنبية وعاوز اقول رقم واحد بس ويمكن ده في الفقرة اللي فاتت تم التطرق اليه ان في عام 2014 و2015 و2016 كانت توجد الف تلتمية تسعة وعشرين عملية ارهابية ايه ده؟ تلات سنين دولة؟ الف تلتمية تسعة وعشرين؟ بيانات حسكرية الحمد لله بقوة قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية الباسلة استطعنا ان نقضي على كل ذلك حتى ان هي لم تعد الحمد لله في هذا التوقيت ده اليد الثانية وهي يد البناء والتنمية قوات المسلحة ما عندهاش شركات تبني ولكن الذي يبني شركات وطنية مدنية تشرف عليها الهيئة الهندسية لقوات المسلحة تب الشركات المدنية دي او اسازها دير قدي ايه؟ 1200 شركة مدنية طب باجمال عمالة اتنين مليون مهندس وعامل وفني مصري تالب تفتح افاق وفرص عمل للشباب وبتعمر في مناحي الجمهورية في الشرق وفي الغرب وفي الشمال والجنوب حتى ان خلال السبع سنوات ونحن بنتكلم عن انجازات سبع سنوات بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية هناك 31 الف مشروع بتتكلف 5.8 تريليون جنيه طبعا انا بقول في كل مصر لكن سيناء على وجه الخصوص هناك تنمية في سيناء من اجمال 312 مشروع بتتكلف 195 مليار جنيه ايه الفلوس دي كلها؟ علشان نحقق الامن الابتماعي الذي هو جزء من الامن القوم المصري نخلق فرص عمل للشباب السيناوي حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الارهابية عزيم طيب عشان مصر تبقى سيدة قرارها زي ما بنقول توجهنا الى تنويع مصادر التسليح للجيش المصري لأوه كمان قمنا بعملية تصنيع عسكري في مصر شايف ازاي ده خلال الفترة الماضية؟ هو طبعا التطوير والتحديث له محاور محور منه هو التصنيع الحرب ازاي؟ ان الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اسبوعين كان بيتفقد عربية مدرعة جديدة قامت القوات المسلحة بتصنيعها علشان نحقق اكتفاء ذاتي ونصدر للدول الشقيقة والدول الصديقة كان هناك معرض السلاح ايدكس في 2018 واللي هيتم تنفيذه ايضا في نهاية هذا العام ان شاء الله في ديسمبر علشان الشركات الوطنية المصرية في وزارة الانتاج الحرب وفي الهياء العربية للتصنيع بتقوم بتنفيذ كل ذلك بتعمل اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر من الدبابة زي الدبابة ايموان ايوان بل وايضا القطع البحرية مثل الفرقاطة جو ويند الشبحية احنا تعاقدنا على اربعة واحدة منهم جبناها من فرنسا تلاتة تانيين تم تصنعهم في ترسانة الاسكندرية البحرية وبالتالي مصر بتطبق شعار الذي يصنع سلاحه الذي يصنع دواءه الممثلة في مدينة الدواء لان هناك مدن صناعية قامت بها مصر خلال الفترة السابق في مدينة مثلا الجلود وكانت في منطقة مصر القديمة اصبحت الان في مدينة الروبيكة على مساحة 605 فدان هناك مدينة الصناعات النسيجية في الروبيكة ايضا مدينة الافاس في ضميات مدينة الصناعات البلاستيكية في مرغب الاسكندرية بالاضافة الى مدينة الدهب ومدينة الدواء وبالتالي بنقول ان التصنيع هو يدعم الاقتصاد وبيكون فكر جديد لبناء الانسان المصري لان بناء الانسان المصري بيتحقق من خلال التعليم من خلال الصحة وهناك مبادرات كثيرة صحيحة وتم انفاق 120 مليار جنيه على الصحة بالاضافة الى تحقيق فرص عمل من خلال هذه المشروعات القومية العملاقة اللي انا بقول في كل ربوع مصر وفي سيناء اشمعنا سيناء لان سيناء بقعة غالية على قلب كل مصري البقعة دي صاغتها الجغرافية وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد ابنائها ودماء شهدائها لان احنا النهار دا برضو بنحتفل بالشهداء اللي التاريخ بيقول لولا الشهداء ما كانت مصر الحضارة هم استطاعت ان تصد اعدائها وتحافظ على كل ذر التراب من ارضها وبالتالي مصر بتقدس الوطن تقدس الحفاظ على ترابه ايضا